بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت فايف من شابتة 3 analysis of double reinforced rectangular sections في الsection دوت عايزين نتعلم ايه؟ نتعلم لو انا عندي قطاع والقطاع دوت عايز احسب له المومنت كبستي نحسب المومنت كبستي اللي هي امن بس القطاع دوت double reinforced يعني انا عندي حديد موجود في compression side area steel dash ده توزيع الاسترين وده توزيع الاسترس وهدي التنشن فورس ده الاسترين اللي موجود في التنشن ستيل ده الاسترين اللي موجود gentleman s dash اللي موجودة عندي في compression steel ده الاسترين بتاع الخراصانة اللي هو ابسلون c u دي efficiency force اللي موجودة في الكونكريت وده configuration force اللي موجودة في الستيلisphere اس داش. فبنقول بخطوات معينة. اول خطوة انك تفصل السي اللي عندك ديت. وتشوف القيمة بتاعتها بتساوي كم. طيب ممكن نبدأ بقيمة القيمة ديت بتساوي تلتة دي. هابدأ بقيمة السي بتساوي تلتة دي. طيب بعد كده هتبدأ تحسب مجموعة المعاملات اللي عندك. اللي هي ابسلون اس داش. اللي هو اللي موجود في الكمبريشن سايد. اف اس داش. اللي هو اللي هيبقى موجود في الكمبريشن ستيل. سي اس داش. الكمبريشن فورس اللي موجودة في الكمبريشن ستيل. وتي اللي هي عبارة عن التنشن فورس. بعد كده بنعمل تشيك. هيحصل عندي حالتين. ايه هم الحالتين دول لإما الحالتين ستبقى أقل من قيمة التوتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نتعامل ازاي في الحالة دي ترجع تقلل قيمة اسي نعمل المحاولات دي لغاية لما تزبط معاك تلاقي التنشن فورس بتساوي الكومبريشن اللي جاي من الكونكريت والكومبريشن فورس اللي جاي من الكومبريشن ستيل في الحالة دي تقدر تحسب المومنت كبستي بتاعة القطاع طبعا بنقول الطريقة دي بتعتمد على الترايل اند ايرور يعني بتعمل اكتر من محاولة لغاية لما بتزبط معاك وامتى تزبط معاك لما التنشن فورس يساوي التوتال كومبريشن فورس الموجودة على القطاع سواء الكومبريشن فورس اللي جاي من القرصانة او الكومبريشن فورس اللي جاي من الكومبريشن ستيل